مساء الخير اسمحولي في حلقة النهاردة قبل ما ادخل في الموضوع واحكي قصة اللي جاي لنا اني اعبر عن ساعاتي واني مبسوطة بجد باني شفت في قصة النهاردة هدف من اهدفنا بيتحقق الهدف ده هو اننا بنشجع الناس انها تحكي وتفضفض تشاركنا بكل القصص اللي عندها كانت كاتمها جواها وفكرة ان ما حدش هيسمعها او يحس بيها او ينصحها حتى تعمل ايه او تتصرف ازاي بس مدام بسمة بطلب قصة النهاردة بعد ما شافت حلقتنا اللي كانت بعنوان بعد وفاة جوزي اتعلقت باخوه قررت ان هي تتشجع تبعت لنا حكايتها اللي تقدر تقول انها النص التاني من الحكاية او الوش التاني المختلف لانه مدام بسمة المراضي هي اللي بتعاني من تصرفات ارمالة اخو جوزها اللي بدأت تتعامل مع جوزها بشكل مختلف بعد وفاة اخوه كان كلها ما انها تاخدوا منها طب يا ترى بسمة عارفت ازاي طب موقفها كان ايه تيجو نسمع الحكاية من اولها ونشوف بسمة بعثنا تقولنا ايه اسمي بسمة في الخمسينات من عمري رغم ان الموضوع ممكن يبان مضحك والبعض جايز يتريع علي ازاي واحدة ستة في الخمسينات وجوزها في السبعين ومع ذلك بيتسرق منه لكن ربنا ما يكتب على حد منكم انكم بعد سنين وعشرة طويلة من الجواز فجأة تكتشفوا ان ما فيش تقدير العشرة دي اللي الزوجة طيعت فيها احلى سنين عمره عشان تبني بيت سعيد وناجح وقفت جنبوزي عشان يبقى تاجر كبير وليه اسمه في السوق وفي الآخر لقيته بيبص برا زي اي حد مراهق والمين لارمالة اخوه اللي حالي في عينها بعد ما جوزها مات قررت ان هي تاخده من مراته وعياله واللي شجعني ابعت لكم حكايتي اني شفت الحلقة اللي كانت فيها ستة ارمالة عايزة تتجوز اخو جوزها في السر ومن وارا مراته وحكايتي باختصار اني جوزت جوزي اللي كان شغال في تجارة العلف من حوالي تلاتين سنة كان لسه وقتها صبي في الشغلانة هو واخوه اللي اصغر منه وقفت جنبو واستحملت ايام صعبة جدا كنا لسه فيها في بداية حياتنا وكان الحال على قد لدرجة اني كان ممكن انام من غير عشاء عشان ادي اكلي لولادي التلاتة واجوزته في بيت اهله لانه ما كانش مع عشاء حتى ذهبي اللي كان معايا باعته عشان اساعده يقف على رجليه ويكبر في شغله لحد ما بقى تاجر وبدأ يكبر واحدة واحدة وانا معايا والحمد لله الحال اتيسر وحياتنا اتغيرت وعيالي بقوا عايشين في مستوى كويس قوي كنت باحلم بيه في الوقت ده كان في رحلة شبه رحلتنا بين اخوه الصغير وامراته اللي خلفوا ولدين وكنا طول الوقت قريبين لبعض بحكم اننا سكنين جنب بعض في البلد والاخين شغالين مع بعض في نفس المجال وكانوا ولادي صحاب وولاد اخو جوزي صحاب جدا 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 ومراته كانت قريبة مني كمان كنت باعتبارها زي اختي الصغير كنا بنزور بعض بنعزمهم بيعزمونا وفي العيد الكبير بنتبح مع بعض تفاصيل كتير قوي كانت دايما بتجمعنا لحد ما في يوم اخو جوزي توف وبان الوش الحقيقي اللي عمري ما كنت اتخيله خلونا نقفانة بقى ايه اللي حصل يا مادم باسمو الوش الحقيقي ايه ده بن بعدها بقد ايه تعالوا نسمع بقية القص بعد الوفاء بقى أقل من سنة اتفاجئت بواحدة تانية غير اللي عرفها بقيت أسفة بالكلمة بتهزر مع جوزي هزار مبالغ فيه بتتدلع في الكلام بشكل مستفز لأ وقدامنا كمان من غير خشة ولا حاية ولا بتتكسف في الأول كنت بضغاز بكتم جواي واقول معلش يمكن مش واخد بالها خليني أنا الكبيرة العقلة أو يمكن العشة مواخدها بتعتبر جوزي زي أخوها كبير لكن بيني وبن جوزي كنت بقوله إيه اللي مرات أخوك بتعمله ده دي الجنانة دي ولا إيه وهو يراضيني بكلمتين ويقول لي معلش لازم نرعيها إكراما لأخويا وإنه توفى والكلام اللي كل الناس عارفاه لكن مع الوقت الموضوع زاد بس جوزي ما كانش بيستجيب في الأول ومع ذلك كنت كل شوية أتخانق معاه وأقول له أنت إزاي سكت له أنت لازم تصده توقفها عند حدها بدل ما أنا هعرف إزاي سكتها وهعلمها الأدب هو يفضل يهدي فيه وفي نفس الوقت ما كانش بيريحها كانت كل شوية تحاول تبين له إنها أحلى مني ممكن تتاريق علي قدامه أو ترمي كلمة كده ولا كده بطريقة الستات الكيدة واستمر الحال ده لمدة سنة لحد ما زهقت وبعدت مدام بسمي أنا مستغربة أن أنت عرفتي تمسكي نفسك سنة خدتيش موقف معاها لمدة سنة بس تمام لحد كده كل حاجة ممشي كويس يا طرى بقى إيه اللي حصل بعد كده تعالوا نكمل بعد ما الأفعى دي بعدت عن حياتنا حصل خلاف جامد بيني وبنجوزي بدأ يكلمها يقرب منها لحد ما العلاقة بينهم اتطورت جامد بقيت غرام وأغاني هو بيبعت لها وهي بتبعت له فضت العلاقة بينهم كده بالشكل ده في التليفونات رسائل أغاني وضحك وزار وفي المقابل بقى مش طيقني كل شوية يروح القوضة التانية ولا يبيتكلم بصوت واطي يقفل السكة أول ما يشوفني وحاجة مراهقة متأخرة وتصرفات عيال ولا كأنه عنده سبعين سنة حاولت أعمل حاجات كتير عشان أمنع المهزلة دي زي إن أنا تخنقت معاها وهزقتها وتفاجئت بيها بتقولي بكل بجاحة أنا ما ضربتش هد على إيده شوفي أنت نقصك إيه شوفي جوزك عايز إيه أنا مليش دعوه مش زنبي إني أحلى منك ولما تخنقت معاها وجيت أغلط فيها لقيت واحد تاني واحد مش قابل عليها كلمة واحدة مش قابل كلمة غلط في حقها قال إني مش في قيمته ولا مستوى دلوقتي بعد ما بقت معاها فلوس كتيرة مع إني أحسن منهم هما الاثنين من ناحية التعليم والبيئة قال كمان إني متغازة وكل همي الفلوس بقى يتكلم علي وحش قصاد الناس تخيلوا قلت خلاص هرجع لعيلته وخليهم يتدخلوا لقيتهم عارفين ما حدش اعترض ولا تكلم ولماحوا إن هما موافقين على الوضع ده باعتبار إنه أولى بمرات أخوه من الغريب حتى لما ابنهاك كبير عارفوا اعترض برضو ما فيش حاجة تغيرت وحصلت مشكلة من غير فايدة وجوز يقطعوا خلاص حسيت إن أنا هتجلت هتحصل لي حاجة قلت لازم أمشي وأسيب ويشبع بيها بدل ما شوف قهرتي بعناية وقفت فرج بس رجعت بعد كده قلت لأ هي أكيد مستنيها الخطوة دي عشان يتجوزوا وتبقى جات مني ونولتها لهم بس لما قعدت حسيت إن أنا قليلة قوي ما عنديش كرامة كل شوية تقهر من تصرفات العيال اللي بتحصل قدامي مش قابل يسمع أنا حرف وحش بقيت كل شوية بتحسبن فيه وفيها وأنا شايفة شقة عمري وصبري ورحلة كفاحي بتتهدق صاد عيني من غير ما أقدر أعمل أي حاجة مش هين علي بعد كل ده أسيب له كل حاجة وأمشي أبقى خسرت كل حاجة ولا قادرة استحمل الوضع ده اللي ما فيش واحدة ست تقدر تستحمله قولولي أعمل إيه رسالة مدام بسمة صعبة وبشكرها إن هي بجد تفتحة قلبها وتكلمت وبعد ما شفت القصة اللي كانت معانا قصة شبه قصتها بس من وجهة نظر مختلفة مع فرق كبير في الظروف في كل قصة بسمة حاسة إن كل الظروف بقتضدها ومش عارفة تعمل إيه جوزها بقى عنده مراقبة متأخرة هي وقفة بتتفرج ومش قادرة تمنع أرمالة أخو من إنه يتقرب منه وممكن جدا يتجوزوا صح؟ طب دلوقتي مطلوب منها تتصرف إزاي؟ طب إيه أسلم حل في الظروف الزي دي؟ موضوع صعب بسعر؟ ولما يبقى أهله كمان شايفين إنه هو أولى فهي ما فيش حد يوقف معاها هي لوحدها قوي موضوع محتاج تفكير كتير وعايزين نشوف نعمل إيه ونتصرف إزاي وهل في ستة تستحمل الوضع ده؟ وعشان أستحمل إزاي أقدر أكونترول أو إن أنا أتحكم في غضبي ولا كبريائي؟ اشتركوا في القناة